أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة بالمستوى التنظيمي الأكثر من الرائع التي ظهرت به بطولة القتال التي نظمتها منظمة القتال النهائي في صالة أمال أرينا بولاية فلوريدا بالولاية الأمريكية كما أشهد سموه بالجهود التي يبذلها السيد دانا وايت رئيس منظمة القتال النهائي لإقامة هذا التجمع العالمي الذي يشهد متابعة واسعة من قبل مختلف أنحاء العالم مؤكدا سموه أن البطولة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة كونها تشهد مشاركة واسعة من قبل أبرز المقاتلين العالميين وهو دليل على نجاح البطولة بكل المقاييس كما أشار سموه إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المنظمة في تنظيم البطولات واختيار المقاتلين وأضاف سموه أن المشاركة في هذا الحدث العالمي عززت من مكانة البحرين كدولة تهتم بمختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية العالمية وكان لها مردود إيجابي من خلال الترويج لمملكة البحرين موضحا سموه أن البحرين حققت الاهداف بالوصول إلى أكبر التجمعات والمحافل العالمية والمنافسة فيها بالإضافة إلى نشر ثقافة هذه الرياضة التي بالفعل أصبحت تشغل حيزا كبيرا في الوقت الحالي وأعرب سموه عن عجابه بالمستوى الذي ظهر به المقاتل حبيب نور محمدوف في النزال الرئيسي للوزن الخفيف بالإضافة إلى الجهود التي بذلها الطاقم الفني والإداري خلال البرنامج لتحقيق الفوز في هذا المحفل العالمي مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز يعتبر تحدي جديد لحبيب والطاقم سيحفزهم لبذل المزيد من الجهود وتبني العديد من الخطط والبرامج لتحقيق المزيد من الإنجازات وإيصال حبيب ليكون المقاتل الأول في فئته ترجمة نانسي قنقر